مازر أنا شايف أن ماشيين في الطريق السليم وأصد بالطريق السليم هو الطريق الذي اتبعته جميع الدول اللي خرجت من العصر الاشتراكي والعصر مركزية الدولة إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وأيضاً السياسي إحنا ماشيين في الطريق السليم لكن أنا رأيي مش كفائي مش كفائي مش كفائي مش كفائي في السرعة ولا في الإنجاز إحنا محتاجين تعبئة أكتر لقدراتنا إحنا بنتكلم النهاردة بنقول إيه النهاردة أخبار النهاردة إن إحنا الربع الأول من العام المالي الحالي خمسة وحاج خمسة وث..ث waits وبنقول في نفس الوقت إن إحنا محتاجين عشان نشغل سبعمائة وخمسين ألف وواح ببقى سبعة وحاجة في نهاية محتاجين تمانية في المائة بتكلم عالى تمانية فلو تكلمنا عالى تمانية في المائة يبقى أنت محتاج استثمارات توصلك للتمانية في المائة دي كمان مسألة صعبة جدا ده معناها ما فيش مسألة صعبة وليست مستحيلة يعني لما بص للبلد مثلا أنا بالمناسبة كاتب حتى بكرة علات فيها بلد صغيرة كده على بحر البلطيق لما تبص على الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لتنين مليون من السكان على مساحة بتاع يعني 64 كيلو متر مربع أو حاجة زي كده تزهل ده تم إمتى؟ تم من ساعة سقوط الاتحاد السوفيتي لغاية النهار تكلم على خلال 18 سنة من البناء الاقتصادي السليم بمعدلات نمو مرتفعة مع استغلال المزايا النسبية الموجودة أنت بتتكلم على حاجة يعني لو مقابلها عندي محافظة زي مرسى مطروح يفترض أنها تبقى عندها من القدرات الاقتصادية زي لادية بس فاندي معلش خلينا يعني إيه المشكلة أن إحنا يبقى عندنا العالمين الجديدة وإنه سفاجة تبقى زي دبي يعني أو سنغفورة ونش حتكلم على سنغفورة سنضلع أبقرع يعني يعني ما تكلم على حد زينا ولكن من باب الجدل يعني هذا بلد مثقل بكثير من مشاكل أنت بتتكلم على 2.5 مليون زيادة سكانية بتتكلم على دين كبير بتتكلم على خروج من ثورات يعني يعني إحنا معند يعني المقارنة دايماً لمواعد يقولك إيه وليه ما نبقاش زي سنغفورة وليه ما نبقاش زي العدفية وليه ما نبقاش زي دبي مسألة مش بالسهولة دي لأنه هذا بلد مزقل بكثير من المشاكل ده من باب الجدل يعني ما فيش حاجة سهلة خالص كله صعبة كله عرق كله دموع لكن هو فيه أكذوبتين جرت في الفكر التنموي العالمي تحطمه تماماً أول حاجة أن الدولة ما تكون كبيرة وسكنها كتير ده خلاص الصين بوازت الصين بوازت الفكرة دي والهند بوازت الفكرة دي وإندونيسيا بوازت الفكرة دي بتتكلم على دول مليار وربعمية مليون مليار وثلتمائة مليون أندونيسيا أظن دلوقتي 250 مليون بتتكلم على ضعف عدد سكانك يعني بضعف مشاكلك وفيه حاجة حتى بلد زي أندونيسيا حصل فيها يعني مر بركان ومر زلزال وثنامي ومش عارف إيه يعني أنت عايش في جنة طبيعية من حيث الحرارة إلى أخير يعني نتكلم عليها بعدين إنما اللي عايز أركز عليه إنه إن الدولة الكبيرة والكثيرة السكان وإن هي مكبلة ومش مكبلة كمان الدولة الصغيرة جدا اللي إحنا بنتكلم عليها اللي زي لادفيا وزي إستونيا فلا الصغير النهاردة نقول موارده الطبيعية لأيه إيه لأم عندهم إيه ولا حاجة ممكن نخد دراسة حالة بسيطة ده ما نتحدث مثلا مثلا يعني أنا بس عايزين ناخد تطبيق بسيط عن القضية اللي إحنا موجينا اللي هو تكدس الطلبة في المدارس يتحدثون الآن عن رقم زي 150 مليار جنيه علشان هذا الأمر يتحل وإنه يبتدي عندنا فصول ومدارس جديدة أنت لو يعني دايما تتحدث عن التفارات والقفزات ده سكتور واحد أو مكان واحد محتاج إصلاح ومحتاج كل الإستثمارات دي ومحتاج كل البناء ده كيف يتم هذا؟ يعني طبعا كل موضوع له أهله لكن النظرة إنما النظرة خلينا النظرة ده زي كده في الصحة النظرة الاستراتيجية العامة هي طول ما بتتكلم عن الدولة وإن الدولة اللي حتعمل يبقى كلامك كله صح ومش حنمشي أكتر من لو عملنا الخامسة ووصلنا للستة بعد سنتين ثلاثة يعني معنا كده حنتانينا متخلفين عن السبعمائة وخمسين ألف اللي عايزين نشاكلهم اللي هم يخلونا متوازنين باي زوي ما يطلعناش لفوق